تشهد مختلف مراكز التطعيم في محافظات المملكة إقبالاً لافتاً ومتواصلاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات ضمن الحملة الوطنية للتطعيم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من مليون ومائتين وسبعة وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون ومائة وسبعة وتسعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة أكثر من تسعمائة واثمين وخمسين ألف شخص